يعني فيه اربع نقطة انا رأي محتاجين مننا كثير من النقاش النقطة الاولى يعني لا علاقة بوصول المسائل جون فوستر دالاس كان وزير خارجية امريكا في الخمسينيات وكان اول ما انتحدث عن ان هناك فراغا في الشرق الاوسط وان هذا الفراغ في الشرق الاوسط يحتاج لتدخل امريكي ناشط كان الوقت وقتها هو وقت اجتداد الحرب البردة وعلم كيف تغير من الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية التانية الى انهم اصبحوا نقاط مع بعضهم البعض مع حالة كبيرة من التوتر نحن الان اذا ليلة اخرى فهل هي تشبه البارحة لان هي بايدن الرئيس الامريكي بايدن تحدث ايضا عن الفراغ في الشرق الاوسط ومن ثم فان رحلاته كان ده في المقال اللي كتبه في الواشنطن بوست هي ايضا لملء هذا الفراغ دي النقطة الاولى لانه المنطلق الدولي لهذا اللقاء ثم بعد ذلك لدينا تحليل ما حدث داخل المؤتمر هل هناك يعني ابتدي بالسؤال خطاب بايدن منطلقاته وخطاب القادة العرب ومنطلقاته يعني انا ممن رأوا انه بداية بايدن كانت الحديث عن الجنود القتلى الامريكيين في المنطقة وهو يشيد بهم يعني هو يرثيهم البداية العربية كانت ان في رأيه ان المنطقة ليست منطقة فراغ وفيه تنسيق كبير جرى الخطاب كلها فحنشوف الى اي حد هل هناك تفاوت هل هناك تنسيق النقطة التالتة القضايا الرئيسية التي جرت وكيف يعني ما الذي حدث في موضوع ايران موضوع الطاقة موضوع الامن موضوع فلسطين من الفائز ومن الخاسر في هذه القضايا المختلفة النقطة الرابعة والاخيرة ثم ماذا بعد يعني بعد هذا المؤتمر زي ما الدكتور الأستاذ ناشئة قال انه يعني هل هو اجتماع واحد هل حيات اجتماعاته حصل اتفاق سعودي امريكي على ان يكون هذه القمة دورية القمة بينهم يعني تبقى دورية سنويا يعني هل ده يعني من الممكن ان يجعل مجموعة التسعة اذا جاز التعبير جزء من هذه السنوية هل مجموعة التسعة يمكن ان تكون نواه لما هو اكبر يعني من الواضح جدا انه كل التكهنات التي جرت حول الناتو العربي وبعدين الناتو الشرق اوسطي ثم الناتو الدولي اللي قاله في اعلان القدس ثم بعد ذلك اللي جيه هو انه يعني انه في مجموعة اجتمعت مع الرئيس الامريكي كلمة الناتو او التحالف او عيرو لم تذكر دي الاربع نقاط اللي ارى انها تشكل الاطار العام لمناشتنا